حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان معز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعل الله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه ثم أتاه الثانية فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ثم أتاه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إنك قد قلتها أربع مرات فبمن قال بفلانة قال هل ضاجعتها قال نعم قال هل بشرتها قال نعم قال هل جمعتها قال نعم قال فأمر به أن يرجم قال فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجرة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنازع له بوظيف بعير فرماه به فقط له قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل لا تركتمه لعل الله يتوب فيتوب الله عليه قال هشام فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين رآه والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به حثنا عفان حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن نعيم بن هزال أن هزالا كان استأجر ما عيز بن مالك وكانت له جارية يقال لها فاطمة قد أملكت وكانت ترعى غنما لهم وإنما عيزا وقع عليها فأخبر هزالا فخدعه فقال انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجما فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى فاستقبله رجل بلحي جزور أو صاق بعير فضربه به فصرعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك يا هزال لو كنت سطرته بثوبك كان خيرا لك حسنا عبد الرحمن بن مهدي عن صفيانا عن زيدي بن أسلم عن يزيد بن نعيمين عن أبيه أن ما عيز بن مالك آت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم علي كتاب الله فأعرض عنه أربع مرات ثم أمر برجمه فلما مسته الحجارة قال عبد الرحمن وقال مرة فلما عضته الحجارة أجزع فخرج يشتد وخرج عبد الله بن أنيس أو أنس بن نادية فرماه بوظيف حمار فصرعه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بأمره فقال هل لا تركتمه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ثم قال يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعيد أخبرني يزيد بن نعيمي بن هزال عن أبيه أن ما عيز بن مالك كان في حجره قال فلما فجر قال له اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولقيه يا هزال أما لو كنت سترته بثوبك لا كان خيرا مما صنعت به حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن المنكدير يحدث عن أبن هزال عن أبيه أنه ذكر شيئا من أمر ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن المنكدير يحدث عن أبن هزال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا هزال لو سترته يعني ماعزا بثوبك كان خيرا لك ترجمة لك